وفي سيق آخر ثمن رئيس مجلس الوزراء المجهودات التي بذلتها اللجنة الطبية خلال الفترة الماضية واهتمامها بالاستجابة للاستغاثات الطبية وتقديم سبل الرعاية الصحية اللازمة للحالات الحارقة جاء ذلك أثناء تلقي مدبولي تقريرا حول جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء خلال شهر يونيو الماضي وذكر التقرير أن اللجنة الطبية بمجلس الوزراء نجحت خلال تلك الفترة في الرصد والاستجابة ل622 حالة بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين كما تمكنت اللجنة من استصدار 138 قرار علاج على نفقة الدولة